أدحكك على ستيفن كوك في السريع كده ودي دي بقى نكتبنا الجميلة يعني هتقول لي أنت إيه اللي خليك يهتمت بستيفن كوك هقولك هو أنا كده كده بقى أعود أقرأ كل الجراية تقريبا والمواقع قدر الإمكان بشكل يومي أول ما بصحة حلو؟ مهم مش دي قص إلا أنا استغربت له إنه في ناس خدت قرار إنها تعمل إيه تلخيص كده للمقال بتاع ستيفن كوك ويعملوه بالعربي وينزلو بفيديوهات بص يا عمك عمك ستيفن قال إيه ده في السريع يا روس خبطة بس كده لازم كده يروح واخد له إيه كتف كوع قالك على فكرة مصر صرفت على قناة السويس الجديدة مبلغ كبير جدا ومعرفتش تجيبه والبيانات اللي بيقولوها مش بيانات دقيقة لأنه العائدات دي نظرا لزيادة رسوم المرور في القناة تعال يا عم ستيفن وحدة وحدة حبيب قلب بابا لا ده رسوم القناة تم تخفضها أصلا اتنين حبيبي هي مش إيرادات في المطلق ده حتى لما بنيجي نطلع البيان بيطلع البيان بإجمال الإيراد وبيطلع البيان بعدد السفن وبيطلع البيان بالحمولات الصفية وبيطلع البيان بالحمولات الإجمالية فتجد إنه الإيراد زايد الحمد لله وتجد إنه عدد السفن زايد الحمد لله وتجد إنه الحمولة الصفية زايدة الحمد لله وتجد إنه الحمولات الإجمالية زايدة الحمد لله وتجد إنه الرسوم قلت ده معناه ايه ترى؟ معناه ان ستيفن كوك أبيض يا وارد لازم يروح ياخد كورس 101 مبادئ علم الاقتصاد كلية التجارة جامعة القاهرة ما يخش سقطعهم سياسية ده كبيرة عليه بدلا بهواء ويكتب في فورين بوليسي حاجة دحك الحاجة التي تدعو للابتسام وتدعو للبهجة هو لقاء للقاضة العرب لقاء لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ويتم تناول وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي أوضعنا الرهنة في المنطقة العربية تم التأكيد على حاجة مهمة حتى تستمر القافلة ليس في السير وإنما اقتباسا من كلام الرئيس قفزات لازم قفزات تعزيز العمل العربي المشترك واحد اتنين وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات اللي بتشهدها المنطقة خلي بالك الكلام مش إنه التحديات الاقتصادية التحديات على العموم وعلى الإجمال ليه؟ علشان توحيد كل الجهود الممكنة للتوصل دائما إلى تاني أسهل حاجة بقى أن أقدر نقولها إيه؟ التوصل إلى إيه؟ أيوة إلى حلول دائمة أنتم صحصحين معايا ولا إيه؟ صحصحوا معايا؟ أيوة التوصل لحلول دائمة وده الهدف الرئيسي من وراء الاجتماعات الدائمة والمباحثات الدائمة بتاعة القادة العرب مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طب أنهي حلول دائمة حلول للأزمات في دول المنطقة حلول من شأنها إنها تسهم في إرساء دعائم الأمن بجد الاستقرار بجد واللي بيتبني بالتراكم الشطرنج عمره عمره ما كان حركة واحدة أبدا يعني في الشطرنج ما فيش حاجة اسمها الضربة القضية ده في الملاكمة ممكن الشطرنج طول الوقت تراكم من الحركات المختلفة وصولا إلى فريق أو لعب فائز هنا اللاعب مش واحد هنا اللاعب العرب تراكم وحدة الصف والرؤية